اشتركوا في القناة نعم لنتابع هذا الفيلم وفي أول يوم دراسي لفاطمة دخلت المدرسة وشاهدت مشاهد ما كانت في خيالها هذه المشاهد هزت لا لا خلونا نتابع ايش حصة مع فاطمة يا الله هذه مشي مدرسة هذه كل الأستاذات مسكن وصيوف وضرب الطلاب وصيوف فوق الطلاب هذه مشي مدرسة المدرسة ومرت سنوات وأصبحت فاطمة في الصف السادس وكلما تذهب للمدرسة يملأ الخوف قلبها نتيجة الخوف والعنف في المدرسة كان مشهد العنف مجسدا في كل أرجاء المدرسة عند البوابة في الساحة حتى في الصف مانا يقوم بحل هذه المسألة الحسابية لا تضروا مني شان عارف الإجابة أمم collectively يا الله ما لشاب انت لش بتبكي يا اما انا خايفة من مدرسة الرياضية دائما بتخلعنا لا تخافش انت في البيت وهذا كابوس ماش تيزا اروح المدرسة خلص خلص نامي انان وصبحنا بنعقش في الموضوع يا انا زيت راسبا في الرياضيات ما اوش اقول لامي قولي له الحقي قول ما تخافش لا انا باخبش هذا ولا تقولش انت لحد يا لا تمام وبعد مرور ايام عرفت الام ان فاطمة رسبت وقررت ان تجد حلا لبنتها ما نفعل فاطمة رسبت هذا السنة وكانت ما شاء الله عليها من المتفوقات ما هو السبب الاساسي لتدهور مستوها التعليمي وهي ما شاء الله كانت من المتفوقات فاطمة بخايفة من مدرسة الرياضيات اللي بتعاملها بقصو ووعوف بسبب وبدون سبب حتى البنات في المدرسة والحل ايش نخلي مستواها يدهور ويضيع مستقبلها نحن نفرج عليها مستحيلة خلي مستقبل هايذي انا سمعت جارتنا تتكلم عن مدرسة جديدة فتحوها وقالوا انها نموذجي وممنوع استخدام العصا والعنف فيها خلاص صيري بكرة ونقوليها الى هذه المدرسة النموذجية ان شاء الله المهم ان قد مستقبل بنتي من الضياع السلام عليكم يا مديرا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي كيف يمكن اساعدك اريد اسجل بنتي عندكم وخاصة اني سمت عنكم كلام طيب طيب ليش تحبتي ملفها من مدرستها الاولى بسبب العنف القسوة وهذا ملف بنتي كانت من الاول وانت دهوى المستواها لدرجة انها رسبت السنة الاولى خلاص لا تقلقي على مستقبل بنتك سوف نسجلها وفعلا كما سمعتي احنا نربي اجيال وقادة للمستقبل فو الحمد لله هذا الكلام اللي كنت اشتيت اسمعه شكرا لكم متعلم وفقين وفي هذه المدرسة النموذجية عاد مستوى فاطمة كما كان وبدأت تتفوق على زميلاتها في الصف وكانت تحصل على المراتب الاولى في المدرسة وجاءت لحظة التكريم اليوم نكرم اوائل المدرسة والتي يعتبرنا مثال للاجتهاد والمثابرة نكرم الاولى على المدرسة للصف السادس فاطمة محمد تحية وتصفيقة للطالبة فاطمة ونتمنى لها مستقبل زاهر هناك اساليب تربوية بديلة للعقاب تحمل اطفال في المدارس من العنف هذه الاساليب من الواقع وسهل تطبيقها لذلك دعونا نعمل من اجل وجود مدارس دون عنف او خوف هكذا كان التحول في حياة فاطمة واستمرت فاطمة من نجاح لاخر وبدأت تبني مستقبلها خطوة بخطوة متطلعة لمستقبل زاهر ما حقي ان اتعلم دون عنف وان ابني مستقبلي دون خوف اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة